أهلا بكم من جديد اصطفوا يرحمكم الله اتحدوا وانسوا خلافاتكم وافشلوا مخطط أعدائكم عودوا من جديد على قلب رجل واحد واستعيدوا ذكريات الميدان هكذا استهل الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة مبادرته التي طرح على ما سماهم بعقلاء مصر دعا فيها إلى حل سياسي شامل يستعيد لمصر حقها في العدل والأمن والاستقرار والحرية وانتقد الخطاب السياسي لمرشحي الرئاسة لتجاهله تحقيق المصالح الوطنية لاجتياز خطر الاحتراب السياسي وبناء نظام ديمقراطي يوقف العنف ونزيف الدم دعا أيضا الدكتور أيمن نور إلى تأسيس كيان يسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية تسد فيها قيم العدل وتصان فيها الحقوق والحريات دولة تنحاز للأكثر فقرا وتسترد للشعب ثرواته المنهوبة دولة يحظى فيها الجيش بحقوقه ووجباته في حماية أعدائه فهل يكون هذا الكيان بديلا عن تحالف دعم الشرعية أم أنها استعادة لذكريات ثورة ذهبة أدراج الرياح أم أنها بكاء على اللبن الثوري المسكوب وهل هي مبادرة لإسقاط الانقلاب العسكري أم للتعايش معه سعيا إلى بناء كيان يتبنى مشروعا سياسيا إصلاحيا يتجاوز الواقع الذي تعيشه مصر ويهدف لبناء دولة ديمقراطية حقيقية كان هذا هو الهدف الذي أطلق من أجله مؤسس حزب غد الثورة أيمان نور دعوته لإنشاء تكتل يعمل على تجميع أبناء ثورة الخامس والعشرين من يناير الحقيقة نكتشف أننا أمام ضرورة ملحة للدعوة لنشأة كيان سياسي يسعى إلى دولة مدنية وديمقراطية في مصر يسعى إلى إصلاحات حقيقية كيان يستهدف جمع شمل ثورة خمسة وعشرين يناير والتوحد حول القيم والمبادئ التي غابت والتي غيبت في السنوات التي تلت الثورة دعوة أيمان نور تهدف للخروج من النفق المظلم الحالي بروح مختلفة تتجاوز منطق القوة والدم وفرض الأمر الواقع وتعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة تتحقق فيها قيم الحرية والأمن والاستقرار والعدالة معا على حد تعبيره وأشدد نور على ضرورة أن يستفيد الجميع من أخطاء الماضي القريب والبعيد وضرورة الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية وحكم دولة القانون لبناء كيان سياسي يتبنى مشروع سياسي إصلاحي يتبنى رؤية واضحة لتجاوز النفق المظلم اللي بتمر بيه مصر يتبنى وقف الدماء ووقف العنف في ذات الوقت والعنف المضاد رئيس حزبي غد الثورة انتقد الانتخابات الرئاسية المقبلة متسائلا عن جدواها لأن هذه الانتخابات هي مجرد إقرار لواقع فرض بالقوة يوم 3-7 واليوم يبحثون لمخارج لشرعية هذا الواقع وليست انتخابات بالمفهوم الصحية ويتساءل البعض عن توقيت تلك الدعوة وجدواها وهل ستهدف لإنشاء كيان بديلا عن تحالف دعم الشرعية وأي المكونات سيشملها من شباب الثورة غير الحزبيين أم من أحزاب ومن أي اتجاه سياسي ولمناقشة هذا الموضوع رحب بضيفي في السوديو مصر الليلة المهندس إيهاب شيحة القيادة في التحالف الوطني لدعم الشرعية أهلا وسهلا بيك أهلا بيك ومعنا عبر الهاتف من بيروت الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثور أهلا بيك دكتور أيمن وسينضم إلينا عبر سكايب المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط وأبدأ بيك دكتور أيمن نور يعني الحقيقة السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه المبادرة تعني أنه تحالف دعم الشرعية لن يعود له وجود إذا تشكل كيانكم السياسي؟ لا أولا حقيقة أولا طبعا بأحاية السردين وأحاية ضيوفة الكلام الأسبقاء العزاء بشوان سهاد ولمهندس حاتم عزام الحقيقة أن هذه الكلام غير وارد على الإطلاق هذا ليس بديلا عن أي كيان آخر هذه الفكرة التي طرحت من قبل ونقشت في كثير من الجلسات واللقاءات والاتصالات ربما تفجرت بالأمس على خلفية ظهور البرامج الانتخابية بالصورة التي ظهرت عليها سواء كان من هنا أو من هناك وتحديدا بعد لقاء المشير السيسي الأمس حيث تبين أن هناك غياب لرؤية لحل سياسي فأصبح هناك ضرورة على كل المخلصين والمحبين لهذا البلد أن يطرحوا حل سياسي حل سياسي بغير كيان يسانب هذا الحل أو يسانب هذه الرؤية يعني الحقيقة كانت في غاية الصعود فطرحنا مبادرة بالأمس أن نبدأ في التفكير في إنشاء هذا الكيان وليست مبادرة للإعلان عن كيان وقلنا أن هذه الفكرة مطروحة أمام كل قوة التاورة المصرية قوة 25 همائل من كل قوة رافضة ما هي القوة التي اتصلتم بها حتى الآن وكيف كانت ردود الفعل يعني أنا لا أخذيك سرا يعني أنا لم أبادر إلا بطرف رؤية في بيان أو في مقال عقد لقاء المشير السيسي بالأمس طرحته على الإنترنت وبدأت هناك اتصالات شخصية وودية من بعض الأطراف لاستجيام التفاصيل الحقيقة لا توجد التفاصيل لأن التفاصيل ما زالت في إطار النقاش الذي لم يبدأ بعد وبالتالي لا أستطيع أن أفصح من قبل ومن تحفظ ومن تحمس ومن لم يتحمس لأن في النهاية احنا في مرحلة تحضير مرحلة تأسيس لكيان جديد كل من منا يطرح رؤيته ليس بديلا عن أحد وليس أيضا تابعا لأحد وهذه مسألة في راية الأهمية ولن نقبل أن يكون تابع لا لشخص ولا لحزب ولا لجماعة وأنا شخصيا يعني ليس لي أي دور في هذا الطرح أو في هذه المبادرة أفلم أحنا سمعينك كويس يا دكتور فضل فأنا الحقيقة حتى أنا شخصيا ما ليس أي دور غير أننا يعني جمعت هذه المشاعر في إطار مقالة أو بيان وجهتوا إلى العقلاء إلى المخصفين إلى المحبين إلى قوة طوات احنا طبعا عملنا تقرير عن نص بيان حضرتك لكن إذا فهمنا من هذا البيان أنه ما تدعو إليه دكتور أيمن نور هو كيان سياسي تعايش مع الانقلاب العسكري وليس بالضرورة يسعى لإسقاط الانقلاب العسكري هل يكون هذا الفهم صحيحا؟ لا الحقيقة هذا الفهم غير صحيح بالمرة هذا الكيان يتبن أفكار وقيم ثورة 25 مناعة في مقدمة هذه الأفكار والقيام هي الدولة المدنية والدولة الديمقراطية التي نظن سنوات طويلة من أجلها وللأسف تعود الدولة طيب هل حينما تجرى الانتخابات الرئاسية هذا الكيان سيعتبر الفائس في هذه الانتخابات رئيسا لمصر ولا لن يعتبره رئيسا لمصر واضحنا احنا انقطع لتصال بدكتور ايمان نور ربما نعاود لتصال به في وقت اللاحق دكتور موانس اياب شيحا انتم كتحالف دعم الشرعية ايه رأيكم في هذه المبادرة خلينا نبدأ الاول ان خطاب السيسي مبارح خدم به الثورة خدمة جميرة جدا لانه هو وضح تماما لكل القوى حتى من كانوا مازالوا مترددين او من كانوا يرفضوا الحكم العسكري ولكن قد يتماهوا مع هذا النظام ويعتبروا نفسه معرضة ليه اكتشفوا انه لا مجال لأي افق سياسي انا عاوز اذكر تصريح الرجل المحترم السفير ابراهيم يوسري قال السيسي قضى على اي افق سياسية سيعتمد القابع احنا نقشنا خطاب السيسي قبل قليلا لكن فيما يتعلق ببيانة دكتور ايمن نور انتو كتحارف دعم الشرعية قال الاساس عسما تصف الدولة تقريبا الكلام مشابه لي عبد الرحمن يوسف النهاردة منزل مقال في من يتحدثون عن استحالة التوافق بين الجميع كل هؤلاء ضد السيسي من الان انا اعلم انهم ضد السيسي ولكن هنا انا اتحدث ان كل القامات الوطنية استشعرت ان البلد في خطر السيسي يعلن تماما اقصاء كل الطائرات السياسية ليس الطائر الاسلامي وحده السيسي يعلن ان الحزب العسكري هو القادم دولة الاستبدادة الدولة الشمولية هي الدولة القادمة طيب في هذه الحالة فيما يتعلق ببيانة دكتور ايمن نور هو ائتلاف جديد او تحالف جديد ليس تابعا لاحد ولا يقصي احدا انتو رأيكم ايه فيه الدكتور ايمن ما تم النقاش حوله هو مجموعة من القيم التي لا يختلف عليها اي احد اذا تلاقشتوا مع الدكتور ايمن قبل اطلاق هذه المبادرة تلاقشنا في قيم وليس في الكيان لا الكيان اظن الدكتور ايمن بتحدث عن فكرة وليس امر له ورقة عمل بتفاصيل ولكن هو كما طرح على كيانات كتير وعلى جهات مختلفة طرح مجموعة من القيم طرح مجموعة من المبادئ اذا تشكل هزر كيان وكانت العقبة في طريق تشكيله وجود تحالف دعم الشرعية هل يحل التحالف نفسه في سبيل قيام كيان شامل يشمل كل فرقاء ثورة 25 يناير وكل مناهد الانقلاب العسكري تحالف دعم الشرعية ليس عقبة في سبيل اي حل ليس عقبة في سبيل اي اي تحرك سياسي تحالف دعم الشرعية يرحب باي كيان ينضم لي منذ اول يوم في الانقلاب وهو يدعو الجميع لكن هو هذا الكيان الذي يدعو لي اي منه لان ينضم اليكم يريدكم انتم ان تنضموا اليكم اكمل كيان تحالف دعم الشرعية لا يسعى لمكاسب فحتى لو انضمنا لكيان اخر او لكيان اكبر او لمزلة اكبر تشمل كل من يرى ضرورة تحقيق اهداف سورة 25 يناير ضرورة العودة لمصار ديمقراطي ضرورة تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية فلا اشكالية لدى التحالف ان يكون جزء من هذا الكيان اما موضوع حل التحالف او تفكيك التحالف ده امر غير وارد مطلقا موضوع تأخر التحالف او تخليه عن المبادئ وعن مبادئ السورة وعن دماء الشهداء وعن ما يطالب به ويطالب به الشرع هذا امر غير مطروح مطلقا حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط وخلينا اسألك بصفتك نائب رئيس حزب الوسط هل انتم تنقشوا مع الدكتور ايمان نور فيما اعلنه بالامس هل انتم في هذه الحالة ستنضمون الى كيان الدكتور ايمان نور ام ستظلون في تحالف دعم الشرعية حياة الحركة والسيد زين والمهندس ايهاب والدكتور ايمان وخلينا اقولك في عجالة انه الحقيقة ما طرحه بالامس الدكتور ايمان نور وكما ذكر هو كان مخار حديث والعديد من الشخصيات المهتمة بشأن مصر في الفترة الماضية وانه الان هناك ضرورة ملحة ان تكون هناك مبالة وطنية واسعة يعني يعني ينضم اليها مظلة الفكرة هنا مش من ينضم الى من لكن الجميع ينضم للعمل لتحقيقها ده في ثورة 25 يناس انا الحقيقة وصلت مع دكتور ايمان نور بعد ما اصدر البيان وكان بنا مهاتفات تليفونية كثيرة وما عدد من الزملاء في حزب الوسط وفي التحالف الوطني لدعم الشرعية انا عايز اعلن بس الاول بشكل شخصي الان انه انا اؤيد ما يطرحه دكتور ايمان بشدة وشايف وكتبت في هذا من قد انا اتحدث عن موقف حزب الوسط يعني جميل انه حضر كلك موقف شخص انا عايز اتعلق بحزب الوسط حزب الوسط هيبقى في تحالف دعم الشرعية وفي هذا الكيان مع بعضيهم الاتنين ولا لابد ان يختار تمام زي ما اقول لحضراتك هناك لابد ان تكون هناك مظلة وطنية واسعة هذا ما نرى هذه المظلة الوطنية لا تستلزم من احد ان يفكر كيانته يعني هناك مبادئ حاكمة وهذا هو مطرح الدكتور ايمان مش مطلوب من ستة ابريل انها لها فكي حركة ستة ابريل تمام ولا مطلوب دام التحالف دعم الشرعية فانا اعتقد انه ما يطرح الان هو يطرح في اطار توحيد الجهود التي تعمل على عودة مبادئ ثورة 25 يناير اشكرا الوضع بات واضحا بامتياز ان السيسي هو مرشح الثورة المضادة اشكرا لنظام قديم عادة بشكل اكتر شرع شكرا ينجزيلا من الموانتحات مع الزامن رئيس حزب الوسط كان معنا عبر سكايب تشوف ايضا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف استقبلوا هذه الانباء عن كيان جديد لثورة 25 يناير مع الزامن العمرة حسن الواقع استقبلوها بمزيد من الاسئلة هم يريدون فهم هذه المبادرة او هذا الكيان ما هي دوافعه ما هي نواياه هذا مظهر واضحا على تعليقات سيف مثلا الذي يقول اننا نكون صف واحد افضل لكن من اقدرش نحكم على الفكرة الا لما نعرف مضمونها بالكامل التدوينة التالية على فيسبوك من عمارة يقول مرفوضة يريد ان ينضم للشباب والثورة اهلا وسهلا التدوينة التالية من احمد يقول الدكتور ايمان بيبذل قصارى جهده لكن العسكر ولكن العسكر حالف ما هيسيب السلطة سيئا على تويتر احمد صفوط يقول مبادرة جيدة لكن نتمنى ان لا تحدث شق او شق في الشرع المصري كذا تبينت الاراء بشكل سريع زين شكرك شكرا جزيلا عمر حسن اعود مرة اخرى لضيفي عبر الهاتف من بيروت الدكتور ايمان نور مؤسس حزب غاد الثورة طبعا فرقاء الثورة يمكن ان يلتفحوا لمبادئ ثورة 25 يناير اذا لم يكن قد جرى في النهري ماء كثير ودم كثير ايضا الان هل هذا الكيان يعني انه لما نقول نلتفح حوالين ثورة 25 يناير يبقى ما فيش معنى لرجوع الرئيس مرسي سوزين انا بس اسمحلي لان كان الخط القطع كان عندي جملة مهمة ستحسم الجدل حول فكرة هل هذا الكيان بديل هل هذا الكيان ستندمد فيه كيانات صادقة هل كيانات صادقة ستندمد فيه خلينا اقول لك جملة واضح العلاقات الجرهوية يحكمها او يحكمها شكل من شكلين اما علاقات اندماجية او علاقات شبكية هذا الكيان الذي اتصوره وما زال في اطار التصور والتفكير هو علاقة شبكية بين قوة وطيرات واحزاب ربما مختلفة ربما مختلفة في امور كثيرة لكن بينها ما تتصق عليه وهو مبادئ وقيم صورة يناير وبالتالي نحن امام علاقة شبكية وليس علاقة اندماجية هذا اولا ثانيا السؤالة برضو حيث سألته عن ايه القوة التي ابدت حماس الحقيقة يعني مش عايزة اقول الجميع لكن قوة عديدة محترمة ابدت حماس للفكرة لكن زي ما قال البشواندس اهاب وزي ما قال صديق العزيز المهندس حاتم المسألة ما زالت في اطار فكرة هناك تفاصيل هناك تصورات هناك حوار يجب ان يبدأ حول هذه الفكرة كي تتحول من فكرة الى واقع سياسي مطلوب وبشدة في هذا التوقيت طيب هذا ما عندي تمام هو سؤالي عن الرئيس مرسي انت في هذا الكيان تصورك اللي عودته ايه الحقيقة هذا الكيان فسيضم في تقديري اه نفس مع التمسك بشرعية الدكتور محمد مرسي وسيضم اشخاص او شخصيات عامة او كيانات قد يكون لديها تحفظ على هذا الطرح الان لكن في النهاية الجميع يتطفق على دولة ديمقراطية ليس بالضرورة ان يكون هناك اتفاق وتطابق في كل المواقف هذا امر يعني رومانسي جدا وغير المطروح لكن في النهاية جمعنا يرفض الانقلاب جمعنا يرفض الانقلاب جمعنا يرفض دولة الاستبداد وغياد الحقوق والحريات والاعتقالات والسخدام غير عقل للقانون بطريقة وهي فكرة العدالة جمعنا يرفض هذه المسائل اشكرا شكرا جزيلا دكتور عيمان نور مؤسس حزب غد الثورة صاحب هذه المبادرة مهانس ايهاب شيحة ستكونون انتم الان تحالف دعم الشرعية عندكم مطالب هي عودة الرئيس والبرلمان والدستور لكن حينما تنضمون الى هذا الكيان اذا انضممتم ستكونون صوت من ضمن الاسوات خلينا برضو نتفق ان هناك حاجة ملحة ان يتجمع الجميع ان يتجمع كل المصريين كل الوطنيين ضد الانقلاب العسكري ضد الحكم العسكري من اجل تحقيق اهداف سورة 25 ناير ومن اجل اعادة الدولة وليس بالضرور من اجل اعادة مرسي لا يا فندم اعادة مرسي مبدأ واضح وصريح عودة مرسي هو مصار وليس مرسي كشخص مصار ديمقراطي نريده ان يعود ثم بعد ذلك يكون مرسي موجود او لا يكون مرسي موجود انا اريد عودة مرسي وانت لا تريد عودة مرسي هناك من نحتكم اليه انا اقبل عدم وجود مرسي طالما ان الشعب تبقى للاليات الدستورية رفض مرسي وانت وانت ترفض مرسي ولكنك ستقبل اذا كنا وطنيين واذا كنا نتحدث بهذا ستقبل بوجود مرسي اذا كان الشعب تبقى للاليات الدستورية وافق على وجود مرسي شكرا جزيلا مازلنا معكم في مصر الليلة وفي برنامج بعد الفاصل صحف إسرائيلية تتحدث عن مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر ألم يكن لدى مصر خيارات أخرى وما تأثير ذلك على أمنها القومي؟